الخبر اولي عدنا عن محمد جواني فضيح تلبيسان اسماعيل انه كانوا كشي زا 18 صاير بيناتهم فمحمد جواني في التحواه من بذوت على الالتيك توك وهذا الشخص الوياء صاري سيلا انه هل بالسابق لما شدته بيسان اسماعيل يعني بعلاقة حبوية بعض طرد بياتكم علاقة حب او نوعا مع علاقة زا 18 طبعا محمد جواني رد عليه انه لا هذا الشي ما صار بيناتنا ولكن لبس هذا الشخص لما نسأل انه طلب عنده انه يحلف انه فعلا ما صار هذا الشي جواني رفض انه يحلف انه مصار الشي زا 18 بينه وبين بيسان هذا خليه هو يمتابعين ان شكوا من موضوعي توقعون انه فعلا صار شي بينه وبين بيسان بستابق بس طبعا جواني صار يقول انه انا ما اعبيع العشرة وما اكشف الحقائق فى يعني يمكن اكون شي خافي بين بيسان وجواني اخو ابوك تحكي السدو عايب عليك تحكي الحقيقة ليش ها يباع عليه تحكيي انت الت ضع اخيه صار وهي قضى انت من ان الجوكتل اضح عالعبس الإيد ايش انته عد ايش دا تخمكن من gezبان جدبان العالم حلوب بالله حلوب بالله حلوك بالله حلوك بالله يا رامي يا رامي جاوب 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 لأما حطوا سكيب سكيب انو عيب لا لا عيب واحد يحكي يا رامي عيب احنا عنا اليوم عنا شيس محترم العشرة شو زهي كانت كلب منا عيب حكي هالي يا رامي يا رامي يعني ما في فمدرس راحت تبنى احباب بلكومتات تشارك بموضوع حل توقعون فعليا صار شي بين جوان و بيسام بسابق او لا ننتقل حاليا اليارا مارو تهجم المتابعين عليها فيا حبايب نزلت هذه الستوري اللي جادت علي مخيلة انه هي رايح العرس معين وهذا العرس يا حبايب هي تشات نوع المام سوية ميك اوب اوفر او عن نوع المام ميك اوب بزيادة يعني فدخل النوع المام شوية ممتابعين يتهجمون عليها ويقولون ان انت بلا ميك اوب احنا ما يصر سويني شي ميك اوب وشي اللي يقولونها اساس انت ما لابس الحجاب وانا ما مجرد لابسها هاي الطاقية وانا ينسوش لابس الحجاب تلبسيها لما يصورين الستوري هذا الشي اللي خلاي يارا انه تطلعوا ترد عليهم او وشي نزلت هذه الستوري صارت تقول بي انه هي تشات راح العرس نسواني فشي طبيعي انه هي مت تلبس الحجاب وشي نزلت لابسة غير لبس بس ايها بالستوري تطورت انه يعني تلبس الحجاب عمودة تصور ستوري وبالستوري اللي بدأت شانكات باي اللي قاعدين يحكوا يارا ميك اوب اوفر او يعني حطوا ميك اوب اوفر او يعني حطوا ميك اجه هواية انتوا يشيك بالميك اوب احنا ترى اني رايح عرس ما انا رايح عزم واني تقصد انه سيب انه هي رايح عرس فالطارت تحطيش ميك اوب هواية اللي عم بيقول انه انا عم حطة ايه بس اصور ستوريات لا ترى هو عرس بنات بس وانا كتلابسة غير هيك اصلا ما كتلابسة شي بس ما بحسن اصوري طبعا كتبوا يا حباب بالكومنتات هل تستاخدتها جملة اتعرضات لا او لا منتقل حاليا ناجي القاق وتنزيل الفلوغ العرس مالتا كامل في حباب نزاع على حسابها بالانستجرام فلوغ العرس مالتا كامل تقريبا شو مدة اربع دقائق طبعا الفلوغ العرس مالتا ما هو حط بي موسيقى عليها كوبيرايت فما رح اقدر حطكم اياها وانا ما رح اعلقلكم انا على العرس مالتا فمنذ ما شايفين يا حباب هذو هو اللقطات اللي حطها من العرس مالتا اتوقع رح ينزل المقطع اللي اليوتيوب هم رح ينخص به العرس اللي صار بالبداية هنا يا حباب الحفلة مالتا هذي لما اللي هي عروس مالتا او زوجته يعني بالاضافة يا حباب نطلق ونقطع هرها المهم يا حباب اهنا هذي بوا عنا شن هو كان دي يختار الفستة للعرس مالتا ما طبعا انا حابب ان يشوفها اللقطات كلها يعني اتوقع انه يشوفها ايا الموسيقى يقدر يروح على حسبها بالانستغرام الميريد يشوفها اف يشوفها اياه هنا هاي اللحظات من العرس يا حباب والفقاء امو فقاعات عفوان الصعادات احنا بالعرقة تسميها المهم اه هذي لقطات فيه من العرس مالتا طبعا يا حباب هذي العرس كان به هواي مشاهير الميعرف انه احمد ابو الرب ايجا يسامة مروة ايجا وصبا وبرهوم المعراوي و احمد دوكات وهو هواي يوتيوبر يعني اساسا راح حول هذا العرس يا حباب و اضافة احمد نشيطهم كان بهذا العرس فمتلو شايفين هيا يا حباب اللي هي الما قاعدة تجهز العرس مالتها وقاعدة تلزم بالونات المهم طبعا اقبال كل شخص ممزوج يا حباب هنا انا طبعا ناجي لقاق لما قاعد يلبس بذلة العرس على امود احتفل طبعا اتوقع انا اغلبكم انا سيعبر هاي اللقطات قاعدة تحشيه بس اللي وصل لهذه اللحظة يا حباب ان قاعدة اعلق لكم على العرس يكتب لنا بالكومنتات صراحة العرس كان كلش حلو وكلش استمتعنا بالاستوريات اللي نزلوها المشاهير يعني وحضر جان بيها وسام قطب اهم هذا الكوميدي هاي اللقطات يا حباب بن العرس وما قاعدين يورقصون ووضع حماس وطبعا هو ليس عن شو الموسيقى اللي احطها وليس احط موسيقى حسين الجسمي فالموسيقى اللي احطيها عليها كوبيرات فما قد رحطوكم اياها هنا اللقطات يا حباب بن هو ده ياخذها وده يروحون من العرس يعني هنا اللقطات هو بالبيت قبل من ده يروح للعرس هو طبعا وما قدس قصر اللقطات شي حاط قبل شي حاط بعد يعني وهي اللقطات يعني اللقطات يعني اللقطات هي قاعدة تجهز اللي هي لما طبعا هل تتوقعهم طبعا حتصاركوا ببيتاتهم مقاطع عائلية اتوقع حصر محتوي خرافي فهنان هو من دي جين طينطيه البرود هنان من مادرد يصير اهنان حباب بن يروحون للعرس فا ايه فالمهم خلينا نتفرج صحيح لا تعلم الوصل لهذا القطة يا حباب بيكتبيني بالكومنت 3 رقم واحد كيف يشوفون من يوصل لهذا اللقطة هاي اللقطات بالعرس وما قاعدين دي احتفلون دي رقصون بالعرس مالاتهم يا حباب مثل ما شايفين فطبعا ان شاء الله الف مبروك على العرس عقبال الذرية الصالحة مادرش يقولون صراحة ان مبارحة بالمقطع مخربط ما ارش يقول مو منه الف مبروك على العرس مثل ما شايفين يا حباب هذا العصومي وليد وهذا ايضا اتوقع مشاهير مادر صراحة من هذا الشخص ولا هذا الشخص منه هو الصراحة وليد صراحة من هذا الشخص بس انا بسام قطب وراهم عاكوين يا حباب هنا لقطات من العرس مثل ما شايفين اتوقع حتى رضا الوهابي بكي كانت بموجود بالعرس او رغضهم بكي كانت بموجودة بالعرس ايه رغضهم كانت بموجودة بالعرس همين صحيح لان نزلت اي صور بالانستجرام انها كانت بالعرس مالتهم طبعا نوصل لهذا اللقطة حطناها مرة رقم اثنين نكتب انوصلنا لهذا اللقطة وحطناها رقم الدقيقة مثل ما شايفين يا حباب هنا العرس وشون صار وشلون هذة طاني اللقطة نوعا مادة ثنعاد بس يعني الحمدلله ايه مادة ثنعاد بس انو يعني اللقطات نفسها بالضبط فنقدرنا نعلق عليه بشكل ثاني وبس اولا يا حباب هذا هو المقطع بس اللي حطه ناجي لقاك كملخص العرس مالتا ان شاء الله يلف مبروك على الزواج وبس اولا يا حباب نوصلت المقطة من المقطة عجبكم اللي سلسون انفجروا هذو المقطع باللايكات اذا وصلت الناس الثانية من المقطة حطها رقم ثلاثة وبس جانا كفيت زي ما قالت بميكة القصص مع السلامة اشتركوا في القناة